هو قانون الصرف يقول بصفة عامة في العملة الأجنبية نحن نفرقه ما بين المقيم والغير مقيم معناك يبدأ إنسان مقيم في الخارج عنده الحق بطبيعة باش يجيب العملة الأجنبية أو بصفة عامة معناه مقيم ولا غير مقيم توريد العملة هو حر توريد العملة حر معناه تجيب قد ما تحب ما ثماش في قانون الصرف ما ثماش معناه سقف لتوريد العملة هو حر جيب قد بتحب عندك حتى مشكل يقعد فقط معناها الاستثناءات في التصريح بالعملة وقتش يزبك تصرح وقتش يزبك متصرحش إجبارية التصريح هو إذا كان يعادل أو يفوق 20 ألف دينار تونسي وقتها تولي obligator عليك إذا متصرح عند الدخول أو إذا كان العملة اللي بيش توردها بيش تقوم بإداحة في حساب بنكي في تونس بالعملة الأجنبية كيف كيف وقتها يزبك تصرح عند الدخول وإلا إذا كان وقتك تجي بيش تسافر في إعادة التصدير وقتك متقفار بيش ترجع معك 50 اتونسي وقتها زادة يزبك تصرح عند الدخول بيش تنجم وترجع معك 50 اتونسي تصرح عند الدخول نحن جيشي في المعابر الحدودية في كل معبر الحدودي لديوانها لديوانها ضابط مكلف بإجراءات تصريح بالعملة تمشي للضابط هذاك قبل ما تعمل إجراءات التفتيش وقبل ما تغادر النقطة العبور رد بالكم راو مش بعد ما نخرج من الميناء ولا بعد ما نخرج من المطار نرجع نقول لا راو عندي فلوس مش نصرح بها براو إذا كان خرجت منه وإذا كان أتميت عملية التفتيش وأتميت الإجراءات الديونية راو ما عادش تنجم تصرح مهمية سرعي هذاك عليش مواطنين بالخارج قولونهم قبل ما تعمل الإجراءات الديونية قبل ما تخرج من المنطقة الديونية راو يلزمك تصرح قبل هذا يعليش مهم برشا أنهم يصرح وقبل إتمام الإجراءات الديونية وقبل الخروج من مكتب الديونة ولا من المعبر اخي أنا نحطك في مخي أنا أول حاجة نعملها الساعة وإنا جاي البلادي ساعة نصرح بالضبط تمشي تصرح يتم تعداد المبلغ المالي ويعطيوك فيه تصريح بالعملة تم بري بعشر ألف يعطيك تصريح بالعملة التصريح هذيك تستحقه كيس سوا بيش تحط فلوسك في البانكة وإلا بيش تمشي بعد تصرف وإلا بيش تجي راجع للخارج بيش ترجع معاك فلوسك وإلا دونك التصريح هذيك يصلح في برشا حاجات حتى بعد رو ثم معناها بعض المرافق العمومية يعطيوه امتيازات اللي فيت تونسينا بالخارج شرط يقولو أنه وريني اللي انتي جبت عملة دونك حتى التصريح هذيك يستحقوا في أي مرفق آخر ما تحكى هنا على تونس موجود أنه نعطيوه امتيازات في بعض المرافق الإدارية مثلا التسجيل عقارات مثلا في الأداءات خلاص الأداءات مثلا ساعة يقولك عطيني ما يفيد مثلا ولا ما يثبت اللي انتي مقيم في الخارج ولا انتي جبت عملة ولا انتي وردت عملة تصريح هذيك يصلح يصلح بهي تصريح هذيك ينستحفظو عليه سي شكري ما سيرش معنا تامشي معنا شوية شوية فرضا يا سيدي أنا نسيت أو أنا ما عنديش المعلومة بعد التفتيش لو جايوين مش نصرح وقتش يصير يرجعوني تحكي بعد ما خرجت من الدوان اي نحكي أنا بعد ما خرجت من الدوان لا صحي ايش نعمل وقتش يصير خطر ما تتماشي ما يثبت وقتها اللي المبلغ المالي هذيك انتي جبته من الخارج يبطل تونكو خرجت ايه تونكو خرجت انتي من المطار طو انتي خرجت من المطار أنا خرجت ما زلت بتخلش التفتيش غيرشور مردش من المطار هل بزلت في المطار ماشى للتفتيش ما هو التصريح يصير قبل التفتيش dont is the تجزب من الباقاج بتاعك من سنتير السادي تاجب من الباقاج بتاعك تمشي تمشي العاملية للتصريح بالعملة وتتعدى ديريكت وتخرج على رحل. معاش ترجع معاش ترجع بالتوالي. صحيح. إن كان إنتي. إنتي تتزب باقاجك تمشي للتفتيش والتصريح. على رحل ترى معاش ترج على تالي. إذا كان إنتي يأفت العون الديواني متاعت التفتيش. إذا تعاود ترجع تقول لا را نسيت ما صرحتش. ايه. وقتها ما عادش صحي. بيه. وكان اخرجت بهم. شو يصير? عملة غير مخالف. يصير مخالف. ما عندكش ما يثبت وقتها. قال لي انتي جبت العملة متاعك من بر. ايوه. ده بشي ولي مسك عملة بدون سند قانوني. وهناي تولي القانوني وعقب. تولي مخالفة الصرفية بيسير تولي مخالفة الصرفية. هذيك علشي القلون هم دهون كثبت روايحكم دي ما تصرح قبل ما تخرج من الديوانة. ايه. وقبل اتمام الاجراءات الديوانية.